لم يعد سراً الخلاف بين القيادات الجديدة لحزب الشعب الجمهوري والتيارة الكمالية اليسارية انتقادات شعبية وسياسية طاولت أكبر أحزاب المعارضة فثمت ادعاءات بوجود صراعات داخل الحزب وثمت اتهامة لرئيس الحزب بعدم قدرته على التغيير لا تستمعوا لمن يدعي بأننا تأخرنا بالإعلان عن أسماء المرشحين حتى مساء الأمس أعلن عن تسعمائة مرشح ونهاية الأسبوع سنستكمل إعلاننا من يقول بأنه لا يوجد تغيير فلينظر إلى مرشحي ولاية إزمير تحالف حزب الشعب الجمهوري مع الأكراد ملف يستثمر فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية لكن إلى جانب ذلك يكثر الحديث عن فشل رئيس بلدية إسطنبول في إدارة المدينة وعدم وفائه بوعوده الانتخابية وهو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارضة هي نفسها كما كانت في السابق تحالفات سرية وخلافات فيما بينها حتى وصلت إلى التشتت وانتهاء التحالفات ليس لديهم التزام بوعودهم في الانتخابات التشريعية السابقة نجحت المعارضة في التحالف فيما بينها والالتفاف خلف مرشح واحد لكنها فاشلت في الفوز على منافسهم التاريخي أردوغان في انتخابات البلدية القادمة آثر كل حزب خوض الانتخابات بمرشحي آملا بزيادة القاعدة الجماهيرية على أقل تقدير في حال عدم الفوز بالنتائج هكذا هي أجواء الانتخابات في تركيا يسبقها اتهامات ودفاعات بين الأحزاب السياسية المتنافسة لكن يبقى الصوت الأعلى للصناديق عندها تنتهي جميع المناكفات السياسية وتنسى الانتقادات أحمد غنام العربي إسطنبول ترجمة نانسي قنقر